وين المشكلة؟ أنا أقول أنه خطأ جسيم أن ينقل أو يرقيهم ما يسالش يشجعهم مادياً يوفر لهم لوكاء الخير من أذاك يزيدهم إمكانيات أنا في 2021 تقدمت بمبادرة في علاقة بالقطب القضائي وقلت أن عدد القضاة المحتشمة لعصر أو لحدش ما يجسدش إرادة ده مكافحة فساد يلزم خيرة قضاة التحقيق يقع اختيارهم واحد واحد واقترح 30 من قضاة التحقيق إضافة إلى فصل القطب على المحكمة اليدائية بتونس ما يبقوش خضعي الوكيل الجمهورية بتاعة تونس ويكون عنده موكيل الجمهورية خاص ويكون فيها دوائر وقطب مستقل بلاته باش ينجم يخدم باستقلالية وينجم نجم وشوفه نزاعة في العمل بتاعه يعني بالنسبة لك العدد لقليل متاع القضاة قلة الإمكانيات الإدارية والمادية هذا الكل ممنهج في القطب الاقتصاد هذا القطب أحدثه أحث الشهد في 2016 لم يحدث لمحاربة الفساد وإنما أحدثه لإيهام الرأي العام بأن الدولة تحارب الفساد والحال أنه ما تقدمش في محاربة الفساد للأسباب لذكرتها مش معقول قطب فيها حسرة واحدة شخص قاضي ولحد اليوم قاضي يعقى نقلته مايتعوضش نتسائل هنا ما أنا يقول قايل يا عادي عام يفهم في الدوسي كي أنهارت لي يفهم الدوسي يمشي نقل يرقوها أو ينقلوه ويجي واحد أخر يجب نستنوه خمسة شهور بيش يفهم الدوسي وملفات الفساد ما هيش ورقة واثنين رأي مجلدات فهمني وتطلب خبراء وفنيين منصوص عليهم في القانون في 2016 اليوم معناش خبراء وفنيين على ذمة القطب معناش مش معناه هذا؟ أنا بالمناسبة هذي أتوجه للسيد الرئيس الجمهورية وأقول له أنه في إصلاح القطب القضائي على نحن كنت نذكر فيه أو على نحن الآخر أنا كلام هذا ما يجبتوش من عندي تشورت مع قضاء يخطي يقول قايل أنت نائب وأنت متفقد في البعليم أنا خريج كورية الحقوق وعارف بالمسائل المرتبطة بالإجراءات القضائية لا تشورت مع أخيرة قضاء في تونس فهمني بدون ما نذكر إسمهم وغيرين ثم قضاء والله يبكوا على الملفات هذه ويبكوا على الجاري في الملفات هذه فهم قضاء يبكي أي نعم يبكوا بالدموع نعم قضاء صادقين يبكوا بالدموع على شنو على الملفات هذه اللي ما تحركتش خلاص نتيجة خلل في علاقة بالقطب على سبيل المثال وقلت أنه تطوير القطب كما ونوعا سنوفرهم إمكانية المادية نجدوهم الفلوس نوفرهم الحماية نوفرهم بناية لايقة البناية محمد الخامس مايش لايقة فهمني بروات مقتضة وحالة ويتحركوا في ظروف صعيبة كيف ستحبهم يخدموا هذا يمشي ساكنهم حتى في وطيل ووفرهم الإمكانيات وخلي يخدموا نأكد لك ما فسل فيه فسلت فيه لجنة الصلحة الجزائي في ملاحقة لموان المنهوم وغيره كان بين إمكان القطب يقوم به العملية هذه لكن بشرط أن يطور القطب ما يكونش عن نحو هذا وما يكونش خاضر عن نيابة العمومية بتاع تونس نعم رسالتي يعادت النظر أنا تقدمت مبادرة سابقا وعودت انشرتها البارح تحت ضغط الوضع الكارثي اللي عليه الحالة القضائية في اتصال بملفات القضاء للأسف قاعدين راوحوا مكانا وما تقدمنا شيسر والحال أنه الريتم يتحرك به عزيز جمهورية في تحريك الملفات إذا كان مثلا ماش بشكل موازي تعزيز من القضاءات من هيكل رقبية من الأعلام من نجموش ننجحه هذه لكلها معطيات تستغل مع بعضها من أجل تحقيق هدف سامي هو هدف وطني تحلم به ناس كله اشتركوا في القناة